نسمى اللي هجدا كاترا ونبدأ نستكمل مع بعض النهاردة حصة خفيفة ولزيزة معي بس عايز من حضرتك بس ايه تصحصح معي شوية وحصة مش طويلة وفي نفس الوقت يا دكتور معلوماتها هيينة وخفيفة على قلبك شوية ان شاء الله عايز اتكلم معاك عن طوبك او موضوع يعتبر جديد شوية عليك في حاجة اسمها حاجة اسمها حاجة اسمها بص اروي ريزيستنس دي تعال كده نتصصها بالتبصيل واعرفك ادئين هي لها من اسمها نصيل عارف كلمة اروي معناها ايه بالعربي مجرى الهواء اروي معناها ايه مجرى الهواء طب ريزيستنس تعني مقاومة يبني مش دي الرئة او اللنج الرئة او اللنج دي لما حضرتك بتاخد النفس الهواء بيدخل جوه طب الهواء بيدخل جوه ازاي اعدي من التراكية تومين برونكاي ثم برونكيولز والبرونكيولز بقى انواحة تنتهي في الاخر على حاجة اسمها الفيولاي ايه ده ده انت عندك شجرة حاجة اسمها برونكيال تري شجرة يا دكتور من المواسير فاكر بقولك مصطلح مواسير ده من زمان شبكة من المواسير بيمشي فيها الهواء لحد ما يصل في الاخر الى ايه الى الالفيولاي طب انت عندك مصورة مش ده هوا يبقى الهواء ده يلاقي مقاومة جوه المواسير او لا لا ايوة فبص كده يا دكتور على الشكل ودم سيادتك ده دي مين؟ تراكية صح؟ تتفرع لتومين برونكاي واحدة للرأة اليميل والتانية للرأة الشمال ادي عم برونكيال تري هتقولك يا دكتور يا محترم عمدك مواسير الهواء بيفضل ماشي هنا ماشي 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 وفي النهاية خالص يا حبيب قلب الغالي البرونكيولز الصغيرة دي بتنتهي بايه بالفيولاي بالشكل ده كده على سبيل المثالة صح الكلام؟ في مشكلة؟ طيب كلام جميل جدا اذا ما اختلفناش ان الهواء وهو داخل ماشي في المواسير بالشكل اللي قدام سيادتك ده عشان يصل في النهاية الى الالفيولاي الهواء ده بيلاقي مقاومة فالهواء وهو ماشي كل المواسير دي تسمى ايرويل المواسير دي تسمى ايه؟ ايرويل والهواء وهو ماشي في ايروي او الهواء وهو ماشي في المواسير بيلاقي مقاومة اي حاجة ماشي جوا مواسير اكيد يا دكتوري المسطورة دي بتعمل مقاومة عليها كان ده صغب؟ الكلام ده في مشكلة؟ طب حضرتك عارف طبعا واعلم مني بالكلام ده ان علشان الهواء يدخل من بره الجوة دي حاجة بسميها الار ايه؟ في لو؟ اللي هو الاف؟ الار ايه في لو؟ هو ايه اللي كان بيخلي الهواء؟ يدخل من بره لجوة فرق ميم؟ فرق الضغط يبقى الار في لو ده اصلا لكن متحكم فيه هتقولي هو البرجر جريديانت فرق الضغط ما بين مين وميم؟ ما بين الاتموسفيريك بريجر بره وما بيني الالفيولاي جوة؟ ما هو الضغط جوة الالفيولاي لو بقى او اصبح اقل من الضغط في الاتموسفيريك بريجر يؤدي ذلك الى دخول هواء من بره الجوة والعكس صحيح لو الضغط جوة الالفيولاي اصبح اعلى من الضغط بره بيخرج الهواء من جوة البره اثناء الاكسبيوريشن او الزفير كلام ده في مشكلة؟ يبقى اكيد يا دكتوري المحترم الارفلو اللي هو مرور الهواء سواء داخل او خارج بيعتمد على فرق الضغط او البرجر ايه؟ جريديانت بريجر جريديانت دي خلي براكم الحاجة بقى نفصصها شوية ما بين مين ومين يا دكتور هتقول لي يا دكتور ما بين تو بريجر بنتعامل معهم يتحكموا في دخول وخروج الهواء الضغط الاولاني هو مين يا لاب؟ اتموسفيريك بريجر طب الضغط الثاني هو الضغط داخل الالفيولاي اللي كنت يبقى تسميه الفيولار بريجر او الانتراالفيولار بريجر صعب الكلام ده؟ كلام ده في مشكلة؟ طب حلو اوي يا دكتور في حاجة كمان عايز اقول لك عليها كلما زاد فرق الضغط حصل ايه في الفلو؟ زاد الفلو علاقة ايه؟ طردية طب بروحة وركز معي المقاومة موجودة فين؟ في المواسير دي المقاومة تعني بص هنا لو المقاومة هنا زادت هل الهواء يعدي بسهولة؟ يلا بقولك مقاومة زادت يعني مقاومة الهواء زادت يعني الهواء هو داخل بيلاقي مقاومة بتعوق مروره فاهم الكلام؟ وبالتبعية لو زادت المقاومة يحصل ايه في الارفيولو؟ يقل علاقة ايه؟ عكسية وبالتبعية هحط لسيبتك هنا في المقام حاجة اسمها ايه؟ ريزيستنس ده قانون فيزي على فكرة عادي جدا استخدادناه في الفاسكولور دلوقتي باستخدمه تاني على مواسير في مجرى الهواء في الهواء أو الهواء صعب الكلام ده؟ طيب تعال بقى ابهرك شوي هو احنا وظيفتنا النهاردة نتكلم عن ضغوطات؟ لا خلصناها الحمد لله بالتبصيل احنا وظيفتنا النهاردة بنتكلم عن الهواء وانا هبهرك واقولي يا سيادة اخلي براك من حاجة في النورمل او الطبيعي فين يا دكتور؟ في الطبيعي الريزيستنس دي بتاعة المواسير دي كلها بتكون ذو سمول بص يا لأ الهواء هو داخل او هو خارج يكاد يكون ما فيش حاجة بتقاوم مرورة او دخول يعني الكلام ده يعني المقاومة دي دكتور حاجة قليلة قليلة جدا 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 يبقى المقاومة يا دكتور حاجة بتعوك مرور الهواء بتقس عليه بشكل كبير قليك لا فيلي سمول طب اسمت يا دكتور ان هي فيلي سمول يعني هاقول تعارف لو الضغط هنا اصبح مثلا مينس واحد الضغط اصبح كم مينس واحد يعني خلى بالك من حاجة يعني بمعدل واحد سنتيمتر وطر لوحدة في قياس ضغط يعني فرق الضغط كام واحد واحد عارف فرق الضغط اللي هو واحد ده يقدر يدخل هوا قد ايه؟ الطيد الفوليوم اللي هو كام؟ خمسمائة ايه ده؟ يبقى فرق الضغط القليل دخل هوا كتير يبقى هل الهوا ده لقى مقاومة وهو داخل؟ فكدت كلها تذكر ثاني اللي يثبت لحضرتك يا معالي الدكتور المحترم ان المقاومة في الطبيعي فكدت كلها تذكر هقولك فرضا لو الضغط جوه الالفيروي اصبح مينس واحد يعني فرق الضغط بمقدار واحد مليمت او واحد سنتيمتر وطر واحدة قياس فرق الضغط يقدر يدخل حاجة اسمها طايد الفوليوم حد نفكر يقول لي هو طايد الفوليوم كان يساوي كم هوا؟ خمسمائة ملي من الهوا يساوي كم يا دكتور؟ خمسمائة ملي او في الاية يبقى فرق ضغط او بريجر جريدينت بنقدار واحد بس دخل نص لتر هوا خمسمائة ملي دي معناها نص لتر هوا دخل خمسمائة ملي من الهوا يبقى الهوا دا يا دكتورو هو دخل بسبب فرق الضغط القليل ده ودخل كمية كبيرة من الهوا دا يثبت لسيادتك ان الهوا هو داخل ملقاش مقوة يبقى ملي من الهوا ملي من الهوا ملي من الهوا ملي من الهوا طاعد كلام جميل جدا السؤال بقى جوهري يا دكتور الهوا تعني مقاومة مجر الهوا دا كله مقاومة المواسير لدخول الهوا او خروج الهواء. تعتمد في المقام الاول والاساسي على الديامتر. تعتمد على الديامتر. يا محنك يا غد. ايه علاقة البرجور جيديان تبديك? دي نفسها هل بتعتمد على فرق الضهر? لا. ايه ليه يتحكم في المسورة يا لا? لو المسورة واسعة يبقى المقاومة المسورة يا ايه المقاومة في زي التعديك ازاد يا محمد. وبالتبعية هيبقى بالغالية. هقولك ان تعتمد بشكل اساسي على مين يا دكتور? تعتمد على الديامتر او الرجس اللي هو ايه? القطر بتاعي. القطر بتاع الاروية. طيب. فمثلا. محمد. هاخد قط سيكشن كده. لما اجي اقولك. ان دي مسورة. ودي مسورة. الهوى هو مش هنا يلاقي ريزيستنس. والهوى هو مش هنا برضو يلاقي ريزيستنس. مين ريزيستنس او المقاومة العالية? صغيرة لهاي المسورة الدايعة. دي ريزيستنس عالية. والمسورة الواسعة. يعني الهوى لا يلاقي ريزيستنس في المسورة الواسعة هو ماشي. فهي ريزيستنس ايه? ايه. قليلا. طبع الليفل حمدها بالزينجبيل. صعب الكلام ده محمد? لا مش صعب. فتبص بقى ما كده معايا دكتور. واحنا ماشيين في البرونكيل برونكيل تري بالشكل قدام سيادتك ده. اقروا كده معايا. بيقولك الاروي ريزيستنس ميلي بترمايند باي ذا ريديس اوف الاروي. اللي هو يا دكتور ايه? القطر او الدامتر بتاع مين? بتاع مجرى الهوى. بص كده بقى. اخدت في الاناتومي ايه? او الانواع بتاعة البرونكي. اللي هو برايماري وساكمدري ميديم سايز. طيب. انا بتيجي تركز معايا كده? برونكي هنا كبيرة. وكل ما بتتفرع بتصغر في الحاجة. صح انا مش صح? اسمع بقى. انا عايز اتركز ان الكلاب ده محتاج فاهم شوية. يا دكتور. المسورة دي لوحدها. واسعة ولا ضيقة? واسعة. طب دي? ضيقة. انا هقولك بقى. ما تبقاش محننك. انا يا ريتاش. لا اتعامل مع كل مصورة لوحدها. ايه? ما بتعاملش مع كل مصورة لوحدها. بل ان انا هتعامل مع مجموعة المواسير دي كده لوحدها. كلهم على بعض. ومع مجموعة المواسير دي كده مثلا ايه? مع بعضان. عندي حاجة بقى. اسمها كروس. سيكشنال اريا. بص معايا في الجمال ده. لما تيجي تشوف ادي مصورة اتنين. تلاتة اربعة. اربع مواسير. الهوى ده كله. هيتوزع على اربع مواسير. يتوزع على كم صورة? اربع مواسير. المواسير دي حجمها متوسط شوي. فتسمى مديم سايزد برونكيولز. تسمى ايه? مديم سايزد. طب والمواسير دي صغيرة. فتسمى سمول برونكيولز. صعب اتنين. تلاتة اربع. تعرف المديم سايز دي? مقاومتها تبقى عالية. مقاومتها ايه? مية دكتور المصورة واسعة. هقولك مع عددها قليل. وبالتباعية كوروز سيكشنر ايه هنا يا دكتور عالية ولا قليلة? قليلة. وكلما قلت الكوروز سيكشنر ايه يا. يعني ان الهوى توزع على عدد مواسير اقل. فلقى مقاومة عالية. على الرغم من المصورة الوحدها? واسعة. انت لو تركز معي تفهم. لو انا بتكلم عن المصورة دي الوحدها. والمصورة دي الوحدها. هتطبق القعدة دي. بس انا ما تعملش كده في الجهاز التنفسي. انا باخد الحتة دي كلها على بعضها. الكوروز سيكشنر ايه دي على بعضها. ودي كلها على بعض. لك عندي ايه? ان الهوى اللي داخل ده كل توزع على مصورة. اتنين ثلاثة اربعة. هو كتير توزع على اربع مواسير بس. حتى لو المصورة وسعة. ولكن يا دكتور المقاومة هتبقى عالية. لكن انت عارف? بص الهوى هنا توزع كم صورة? واحدة اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسع عشر. يبقى الكوروز سيكشنر ايه في السمول برونكيونز. يبقى ايه? ها? الكوروز سيكشنر ايه عالية. طب الكوروز سيكشنر ايه بقى اتبيرة يبقى المقاومة? تقل. يبقى اعلى ريزيستنس عندك فين? في الميديم سايز دي بونكيونز. واقل ريزيستنس عندك فين? في السمول سايز دي بونكيونز. قررت نفس المعلومات حوالي ثلاث مرات حق الان. في حد ما لقضش معها? صعب الكرام ده? في مشكلة? طيب. يا دكتور. اقولك نعم. هل هناك بعض العوامل? او الفاكتورز? التي تؤثر على الاروي ريزيستنس? اه. في عوامل بتؤثر على الاروي ريزيستنس. طيب يديني مسألة يا دكتور. اول حاجة? قالك في هناك فيزيكال فاكتورز. اول حاجة ايه? فيزيكال فاكتورز. بص يا ابني معي. وعل الايكوش شوية والكلام سهل. اللي قدامك دي اللانجة صح? حواليها غشاء بيتكون من two layers. يسمى? باللورة. البلورة تتكون من كم طبعه? من two layers. اللي ناحية الرأس اسمها? بيسترل. واللي ابعد اسمها? براية اللير. طيب. هو ما بين البلورة كان هناك ضغط اسمه الانترا في اللورة البريجر. والانترا باللورة البريجر دائما وابدا هو ايه? هو نيجاتيف بريجر. تخيل المواسير دي كلها حواليها نيجاتيف بريجر فيشدها البرة ويخليها ايه? ويخليها ايه? توسع. يبقى لما تقرأ معي دكتور الانترا باللورة بريجر. بيقول لي ساتك النيجاتيفتي او الضغط النيجاتيف اللي موجود داخل البلورة دا يعتبر يا دكتور يا محترم دا ماجور فاكتور دا اهم عامل يحافظ على الاروي دي كلها متفتحها سواء وانت بتدخل او انت بتخرج الهوى لان خلي بالك من حاجة المواسير دي ما ينفعش تقفش جامد لي يا دكتور ان المواسير دي مفروض انها تدخل الهوى وكذلك هي اللي بتخرج الهوى صعب الكلام ده? وبالتبعية كان من اللطف الاقدار ورحمة ربنا ان الضغط حوالين الرئة بيكون بالسالب طول الوقت يلا هو الانترا باللورة بريجر سالب في الانسبيريشن ولا الانسبيريشن بالاتنين بالاتنين دائما وابدا الانترا باللورة بريجر بيكون باللجاتيف فدائما وابدا يا دكتور الانترا باللورة بريجر يعتبر اهم عامل المسؤول عن فتح المواسير دي كلها ضغط يسالب حوالين المواسير دي طول الوقت فبيفتح المواسير صعب الكلام ده? في مشكلة? طيب كلام جميل جدا. طيب حلو قوي. اقرأ كده معي? الانترا باللورة بريجر ده الانترا باللورة بريجر ده يعتبر اللي هي ما فاش كارتريش غالبا يعني اي حاجة تقدر تفتحها فبتعارف الفرق في ايه? بتعارف ليه انا بخاف من الانترا باللورة اخدت في الاناتومي ان من اهم التركيبات اللي موجودة هنا هي الكارتريش صح? او في الهستولوج. صح? الكارتريش ده حلوة ايه? لان يا دكتور الكارتريش بيخليها مفتاح طويل الوقت كده. المشكلة عندك بقى في الكارتريش فيها الكارتريش فيها قليل او مش موجود. وبالتبعية ممكن تقفش وتقفل. ولكن بما ان حواليها ضغط سالبة يخليها مفتاحة طويل الوقت. يبقى ده وظيفة اثنين الانترا باللورة. طيب حلوة او يا دكتور. كلام جميل. طيب وين يعني مع دخول الهواء. خلي بالك من حاجة. بص يلم. حد فاكر القيم بتاعت الانترا باللورة؟ بصي بقى معي. مع الانترا باللورة حد يقدر يقول لي مع الانترا باللورة؟ سالب ست. طب والانترا باللورة سالب كام؟ سالب تلاتة. يعني السالبية اعلى فين؟ اه؟ في الانترا باللورة سواني بس. يعني في الانترا باللورة مع دخول الهواء. السالبية هنا يا دكتور بتزيد. بتفتح البرونكيولز دي اكثر واكثر. صح؟ ده مش صح؟ طب مع الانترا باللورة السالبية بتقل. بتلاقي برونكيولز دي يعني تقف الشوية. او تضياء شوية. لان السالبية حواليها بتقل مع الانترا باللورة مع الانترا باللورة برجل مع الانترا باللورة سالب اكثر. بدل ما هو سالب تلاتة بقى سالب كام؟ بقى سالب ستة. وبالتبعية سيكون قلب الغالي. بيفتح الارويه اكثر واكثر لان السالبية زادت. طيب يا دكتور يا محترم. طب لما تفتح الارويه اكثر واكثر. يا حسن الله ايه؟ 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 عارف ممكن اللعب معاك في الامسكيو اقولك ايه؟ اقولك بسك معاي. اثناء الانترا باللورة برجل. بيسمح مور. مور نيجاتيف. فمور نيجاتيفتي دي تفتح البرونكيولز اكثر واكثر. ولما توسع اكثر واكثر. الريزيستنس جواها بتقل. وخلي بلك ممكن بقى اسألك تمام. ليه اثناء الارويه ممكن تزيد شوية. تقولي ان اثناء الارويه السالبية بتاعته بيحصل لايه؟ بتقل. يعني بيصبح نيجاتيف. النيجاتيفتي هنا بقت قليلة. فالمواسير تضياء شوية. ولما المواسير تضياء شوية. المقاومة جواه تزير. صعب الكلام ده؟ في مشكلة بالله عليك؟ طب حلو اودع. في حاجة كمان بقى هناخدها. ده هنا اتكلمتها على الانترا باللورة برجل صح? في حاجة كمان اسمها. حاجة اسمها? كمة عمتها معناها من الاجناب. صح او مش صح? يعني اطلع في الاناتومية. بس انا هنا بتكلم عن مصورة. فلما اقول لك المصورة هيبقى حولها كلها. يعني المصورة دي انا بتكلم معها. فالنص هنا ايه? وفي الاطراف دي كلها صح او مش صح? هو مين باللون الاسود ده يا دكتور? انا اخدت يا حيبقى بالغالي المحترم. قطع هنا كده. كيف تفضل فكرة? فان اخدت قطع هنا وامت رسمه قدامك يا. فالبليون الاسود دي اعتبر ايه? برونكيولز. صعب الكلام ده? في مشكلة? انت رو جيت تبص معي. اللونج بتاعتها كده مليانة البيولاي. ده المكان ده كله كده مليانة البيولاي. وبالتابعية. عارف البرونكيول دي وهو هي ماشية? وهي ماشية. حواليها كده الفيولاي. طب بص كده معي. الالبيولاي دي عاملة زي البلالين. صح ولا مش صح? يعني تنتفخ بالهواء وتفش بعد كده. حد معطرد ما اعتقدش. دي كده في النورمان. يعني في مرحلة البوز. او بعد ما خرقت الهوى من الالبيولاي. بعد ما خرقت الهوى من اين? من الالبيولاي. بص كده بعد. المفروض يا دكتور يا محترم. اللي دي. حصلها. يعني الهوى ايه? خرق بالعربي اهو. يعني الهوى خرق. طب انا عايز بعد الاخد نفس. يعني عايز اعمل ايه? انس بايريشن. وانس بايريشن يعني دخول الهوى. يعني دخول الهوى. عارف يا للا. لما الالبيولاي الخضرة دي كلها تتميلي بالهوى? تقدر تقولي الالاستيستي بتاعتها بيحصل لها ايه? بتزير. بل لونة نفخت. فالالاستيستي بتاعتها بيحصل لها ايه? بتزير. طب بص. لما تنتفخ ما تبقاش محنك غبي. انا عارف بص. انا بفكر بعقلية اللي قاعد قدامي. ولو فيه واحد بس كده ايكو شمبانزي. هيقولي يا دكتور. لما الالبيولاي دي تتنفخ. تضغط كده على الاروي وتضيقه. خبي. يلا. القفص الصادر نفسه حجمه بيكبر. والرقة حجمها بيكبر لما تتميلي بالهوى. فانا مش محتاجة ديق على الاروي ده. فانا بكبر لبرا. الالبيولاي دي تتنفخ ليه? يبرا بالشكل ده كده. تخيل يا دكتور. الالبيولاي دي كبرت لبرا كده. اتنفخت بالهوى لبرا. فتشد على مين? على الاروية. توسع الاروية. طب هي شدت عليه من الاطراف من جميع النواحي. فده سميه لاترال يعني من جميع الاطراف. معناها شد. طيب بص كده معي. هو اللاترال تراكشن ده. بيحصل مع مين? مع الانسبيريشن. يعني مع دخول الهوى. وبالتبعية المصورة. توسع. ولما المصورة توسع. يحصل ليه في المقاومة. تقل الريزيستنس او المقاومة. ولذلك اجا سألك سؤال. برضو يا دكتور ده يثبت كلام. اني مع الانسبيريشن. بتقل مين? الريزيستنس. اول سبب. بسبب زيادة النيجاتيفي دي في الانترا باللوراب بريجر. بنسبب بسبب اللاترال ايه? اللاترال تراكشن. طب ثواني. بعد ما اتملت. خرج هوا. اعمل اكسوبيريشن تاني. لما تعمل اكسوبيريشن يا دكتور. الالفيراي دي بتفش. فقوة الشدة على الاروي. بتقل. فالاروي تدياء شوي. يعني دي ودي نفس الاروي. اه نفس الاروي. الاروي دي لما تدياء شوية. يعني الدامتر بتاعها يصبح اصغر. وبالتبعية ريزيستنس جواها تزيد. وده بيثبت كلام يا دكتور. انه اثناء الاكسوبيريشن بتزيد المقاومة. اه هو بتزيد المقاومة. صعب اخلام ده ده كاترة? شي مشكلة بالله عليك? اللاترال تراكشن. في اي مشكلة? طيب. في فاكتورز اخرى بتؤثر على الاروي ريزيستنس. دي بقى انا عايزك انت اللي تقولها. بيقول لي سيتك. نيرفوس سيستن. الراحلة. دماغي المترتبة بتنجح. لما اقول لك في اعصاب. بتتحكم في الجهاز التنفسي. تقول لي يا دكتور الاعصاب دي اوتنومك ولا السوماتك. تفكر كده مع نفسك. هو انت بتقدر تتحكم في الديامتر بتاع الاروي؟ طب سيستن تقدر؟ وسع كده؟ وسع عيالة الاروي بتاع. لا يا اخي. لا ما يعرفش. وبالتبعية تحكم في الديامتر بتاعة المواسير دي حاجات لا ارادية. يتحكم فيها مين؟ اوتنومك اللي هو السيمباساتيك. والباراسيمباساتيك. صعب الكرام ده؟ بص كده معاين. السيمباساتيك والباراسيمباساتيك. هتكلم الاول عن الباراسيمباساتيك. هو مين الباراسيمباساتيك اللي بيغزي اللونج. يعني لو ايه حصل فيجال استيميوليشن. لو حصل ايه? فيجال استيميوليشن. ده كان بيعمل ايه دكتور في الاروي؟ برونكو كونستريكشن. اخدنا في مديول كم ده؟ مية واتنين. كنت بقول لك يا دكتور باراسيمباساتيك ده معناها انك سيموبايل يا لا. سيموبايل. حطه في جيبك. كنت بقول لك ان باراسيمباساتيك ده معناها انك نايم انتخ ما بتعملش مجهود كبير. صح؟ انا مش صح. طيب وانت نايم انتخ؟ هل جسمك محتاج كمية كبيرة من الاكسوجين؟ لا. وبالتبعية الهواء اللي بيدخل بيكون ايه؟ قليل شوية عادي. وبالتبعية يشتغل لبراسيمباساتيك بيعمل برونكو كونستريكشن. فيديق المواسير. فيعمل ايه في المقاومة؟ يزود المقاومة في اقل دخول الهواء. صعب الكلام ده؟ فيه حاجة كمان بتحصل مع البراسيمباساتيك. البراسيمباساتيك بيزود السيكريشنز تسلم. بيزود ايه؟ سيكريشنز. يعني مش بس يكتفي انه يديع المواسير دي. لا. ده يزود السيكريشنز التي تفرز في الاروي. هو انت ناس انه في هنا مخاط او سيكريشنز ميو قاسيالة بيفرز في ايه بالشكل ده كده؟ قلت الكلام دول ما قلتوش. قلتوا قبل كده. البراسيمباساتيك يا حبيب قلب الغالي بيزود السيكريشن بتاع مين؟ بتاع الميوقس والحاجات دي. وبالتبعية يديع المواسير اكتر واكتر ويزود المقاومة. العكس تماما هو مين؟ هو السيمباساتيك. سيمباساتيك ده معناها ايه يا دكتور؟ معناها حالة طوارئ. حالة امرجنسي. بتفايت اور لايت. يعني حضرتك محتاج اكسوجين كتير. طب محتاج اكسوجين كتير ليه؟ لان عضلات جسمك بتشتغل بشكل اكبر. انتهي لاما بتجري. يا اما بتعمل اكسرسايز. يا اما بتتخانئ مع واحد. يبا الاسكريتة المصر عايز اكسوجين كتير. صعب كلام ده؟ وبالتبعية عايز اكسوجين كتير. فكان السيمباساتيك يروح على الرئة يشتغل لو تفكر على بيتا تو. ادرينيرجيك ريسبتور. وكان يقوم عامل برونكو. برونكو. ويوسع الموسير. ويدخل هوا كتير. لان انت يا دكتور اثناء السيمباساتك وانت بتلعب اكسرسايز لو تبص لنفسك وترائب نفسك. انت بتدخل اكسوجين ايه? كتير. فالاكسوجين كتير اللي بدخل ده لازم البرونكو والبرونكيولز يتوسع كده علشان ايه? تسهل دخوله. ومترخمش عليه وهو داخل. صعب الكلام ده? دي حاجة اسمها ايه? نيرفوس فاكتورز اللي هو برا السيمباساتيك والسيمباساتيك. عارف اخر حاجة مين بيأثر كمان? ممتازة. كيميكال فاكتورز. وانتوا عارفينها بقى. الناس اللي عندهم حساسية. عندهم ايه? في مادة بتطلع يا دكتور اسمها? هستامين. مثلا لو انت عندك حساسية من اكلة معينة. او حتى يا دكتور يا محترم. من بيرفين معينة. في واحد يالا مايستحملش حط بيرتم او مايستحملش يشمه. اول ما نشم الحاجات اللي هو عنده حساسية منها او حتى يكل مادة او يكل حاجة عنده حساسية منها. واحد عنده حساسية من الموز. واحد عنده حساسية من الفراغلة. من ضمن الفكات اللي ماهي كنت بحصل. انه يزيد الهستامين. ولو زاد الهستامين ده كان بيعمل يا دكتور? كان بيعمل برونكو كولستريكشن ويديق المواسير فيزود مين؟ يزود! ويديك الشخص اللي عنده حساسات من حاجة وتعرض لها يا دكتور ممكن يدخل في الازمة بسبب زيادة الهستامين ده ولو انت ملحقتوش ممكن تموتها اوه ممكن تموتو. يعني في واحد ممكن يموت مثلا من قرصة نحل عشان عنده حسنية منها اه تفهم قصلي؟ فالمواد الكيميكالس دي ما فيهاش هزاب وممكن تكون مقدرة الحساسية ده حاجة بسيطة ومستحملة مفيش مشكلة. طيب تطني مادة عندك مادة اسمها اليوكو ترينت هو اليوكو ترينت دي دكتور يا مهتنام عارف تطلع منين؟ من المصد سيلا تطلع منين يا دكتور؟ مصد سيلا مصد سيلا دي عارفين بتشغل انت؟ في الالتهابات والالرجي وكلام من ده صح؟ فتقوم تطلع اليوكو ترين ولما تطلع اليوكو ترين تعمل يا دكتور اقرى كده معي يا دكتور يا مهتنام اليوكو ترين قالك بتطلع في ايه؟ عارف اليوكو ترين تتعمل اه؟ فتعمل ايه؟ تزود المقاومة او الريزيستنس يا معايلي الدكتور ومهتر؟ اخر مادة عندك يا دكتور بيقولك لو حد تعرض لانفيرومينتال فاكتور زي البلانت بولين من هند عنده حساسية من اي حاجة في الربيع بيحصل ايه؟ اه في الربيع بولين اللي هو حجوب اللقاح بتاعة الازهار وكلام من ده بتزيد في الجو في نسبها عندهم حساسية من نه فييجي شماها فاسنان الربيع اللي هو الجو البديع والدنيا حلوة ده فاصلي اسود على حياته بالنسبة له طب ليه يا دكتور؟ ليه عنده قحة بيق نفس مواسير افشة مش قدر ياخد نفسه ايه وتقول له الحمدلله ده احنا في الربيع الجو حيو ديقولك لا ده شهر قاضر للنسبة له ليه؟ لأسنان الربيع دكتور تتفتح الظهور مرة واحد قال لي ليه الربيع وقتل له عشان الظهور بتفتح في الربيع قال لي ليه بتفتح في الربيع انت بتديلي تفسير انا ماني مانيش عرفتنا انا تفهمني؟ وبالتبعي يا دكتور انت عارف طبعا ان الازهار والاشغار كلها حبوب اللقاح بتاعتها بتطلع بشكل كبير جدا في فاصل الربيع وبالتبعية حيبعد بالغير المحترم بتكون زايدة في الهواء فالشخص اللي عنده حساسية منها لما يشمها يعمل له ايه؟ ويتزود له ايه؟ ويتزود المقاومة بتاعت الاروي ده يبقى كده بتكلم عن حاجة اسمها ايه؟ كلها في نفس البرده او الصبورة دي اول حاجة اتكلمت عنها يا دكتور يا محترم بقاومة دي بتكون اعلى حاجة في الهواء لأن المقاومة قليلة وبتكون يا دكتور بقاومة قليلة في السمول برونكيولز لأن المقاومة قليلة عالية جدا طب الهواء بيدخل بسبب فرق الضغط ده لو فرق ضغط واحد سنتيمتر ووتر ده يدخلك هوا خمسمائة ايه؟ خمسمائة ملي يبقى فرق الضغط القليل بيدخل هوا كتير وبالتبعية يبقى المقاومة في الطبيعي طب اين حاجات تتحكم في المقاومة ديت؟ هقول لك والله يا دكتور اللي هو اللي هو في حاجة بتأثر يا دكتور بعد كده مواد كيميكال زي الهستامين والليوكوتراين والحبوب اللقاح او البلانت صعب الكلام ده؟ الضغط 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 ده؟ ترجمة نانسي قنقر 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 يبقى نانسي قنقر وقلتلو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر يبقى نانسي قنقر 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 ثلاثم نانسي قنقر 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 يصل الى مية واربعة فور شر. ايه ده يا دكتور? عايز تقول لي ايه? بالبنط اللي عرضت مكتوب عندك في الكتاب يا معالي الدكتور المحترم. ان ضغط ثاني اوكسيد الكربون جوه الالفيولاي اعلى من الانسبيرد والاكسبيرد اير. صح او مش صح? وضغط الاكسوجين يا معالي الدكتور المحترم جوه الالفيولاي اقل او لس زان الانسبيرد والاكسبيرد اير. نعم. دي وظيفة اتنين عملها لك? ايه ديدي اسبايس? دي اول وظيفة او اهمية ديدي اسبايس? مش تغطيب هوا وتسخين هوا ولا? معاي? صعب للك اتصان؟ كلنا فيه مشكلة? يلا عشان كده خلصنا اول اهمية. لسها هنكمل طبعا لا لو عندك سؤال اكتب ايه? نعمش. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر